أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في قطاع الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة وقال مصدر عسكري أن القوات المشتركة خاضت الشباكات عنيفة ضد مجامع تابعة للميليشيا الحوثية حاولت اختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال وأكد المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من إحباط محاولة تسلل وأوقعت في صفوف الميليشيا قتل وجرح مغشيرا إلى أن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لمصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية في ذات المديرية وكبدت الميليشيا خسائر مادية وبشرية فادحة